دلو أتنسي بحضرتكم مع موجز لهم وآخر الأنباء مع منا تفضل يا منا شكرا ليكي باسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين وذلك من خلال تطوير هيئة واد النيل للملاحة النهرية فضلا عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة جهود رفع كفاءة المواني البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل خاصة ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية وأيضا استعراض جهود تطوير منظومة السكاك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها لا سيمال أعمال التجارية الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح والموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة حيث وجه الرئيس السيسي بالبدء في الخط الثاني من المشروع والذي سيمتد من العين السخنة إلى أبو سنبل بما سيساهم في تعزيز حركة السياحة على امتداد هذا الخط من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل وجه الرئيس السيسي الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابحة التصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بأسوان وأكد الرئيس السيسي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتابع عن كتب الحادث الأليم موجها بتقديم أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين كما تقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والموسى لأسر المتوفين داعي المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبدالله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطمئن على الحالة الصحية لأخيه ملك الأردن وذلك بعد نجاح العمليات الجراحية التي أجرها مؤخرا تمكنت قوات الحماية المدنية بمدرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسريب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إغماد الحريق ومنع امتداده والقيام بأعمال التبريد من جانبه تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال ومساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي موقع كسر المصورة الغاز أسفل مطلع كبري أبو غزالة تقاطع شارع التاقة مع شارع النصر بحي شرق مدينة نصر وأكد محافظ القاهرة أن الحريق لم يصفر عن آية إصابات أو وفاية أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إنتاج مصر من القمح ارتفع بنسبة 8.9% خلال العام 2022-2023 وأكد المركز نقلا عن وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر تمتلك مغزونا صافيا كافيا من القمح يكفي باحتياجات برنامج دعم الخبز حتى نهاية العام الحالي أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالي العملاقة إني اكتشاف آبار نفط وغاز جديد في مصر تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يوميا وفي بيان لها قالت المجموعة الإيطالية إن هذه الآبار التي اكتشفتها بالصحراء الغربية بدأت الإنتاج بالفعل مشيرة إلى وجود عمليات استكشاف أخرى جارية مع أفاق واعدة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي وهي التراد الصاروخي موسكفا تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار ذخيرة على متنها وأضافت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة مشيرة إلى أن الانفجار ناجم عن حريق وجاري التحقيق في سبب نشوبه أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 3020 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وقالت اللجنة أن 299 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة وأوضحت اللجنة أنه جرى تسجيل 26391 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعرض ورياضيا نجح فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح في التأهل لنصف نهاء دوري أبطال أوروبا عقبات تعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 ضد نظيره بنيفيكا البرتغالي ضمن منافسات إيابي دوري ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا التأهل ضرب ليفربول موعدا ناريا مع فيا ريال الإسباني الذي أقصى نظيره بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-1 بمجموع اللقائين وفي ذات البطولة تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لنصف نهائي بعد تعادله السلبية مع مضيفه إتلاتكو مادريد الإسباني ومن المقرر أن يواجهها الستي فيا فريق ريال مادريد الإسباني في نصف نهائي البطولة أحد يومي السادس والعشرين أو السابع والعشرين من إبريل الحالي نهاية منجز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل